أهلا بكم يا أصحابي يا أحلى مشاهدين إحنا دلوقتي هنعمل إيه بقى؟ هنعمل الأشكال اللطيفة أوي 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 وإن شاء الله تحبوها معانا عصيان والصوف هذا اللي إشرحيها يا فيروز ده الصوف ومعانا زرائع وصم وألوان وألوان ومسطر ومقص أيوان وطبعا إحنا عندنا هنا زرائع ممكن نلزق باللزق طب إحنا سوالي بس عشان إحنا كده أصحابنا في البيت حيتلغبطه ممكن بنوتة بنوتة تقول أول حاجة فيروز قولي مكونين أنا معايا الزوف ومعايا العصائر أهى يا سيدة لوحدي تمام ماريومة وإحنا معانا إيه اللزق وإن؟ اللزق أهى ومعانا ألوان في لماسطر طب بس خليه مكانه عشان أصحابنا يشوفوك ماشي اللزق والزرائع والألوان هيا منا عندك إيه؟ زرائع وكمان عندنا صوف ومقص تمام نبدأ بقى ونوري أصحابنا هنعمل إيه بالحاجات البسيطة دي؟ الحاجات من طبعا متوفرة عندنا ممكن أقولهم حاجة؟ اتفضلين إن إحنا ممكن نستعمل مصدد الشمع بدل اللزق ده ممكن أه؟ لو متوفرة عندنا هنعمل بها أشكال لطيفة وإنتوا طبعا يا بنات لفتوا الصوف على جزء من الحسيان الخشب دي في الفاصل بس عايزين نوري أصحابنا في البيت عملينها إزاي؟ اهي شكلها بسيطة قوي قوي شكلها اهي؟ لفناها بالصوف صح؟ اه وبنسيب الجزء الفقاني فاضي ده عشان نرسم فيه عشان نرسم فيه بالألوان بقى؟ وممكن نلزق كمان عليه الزراير ممكن نلزق أيوة ممكن نلزق رسمة وممكن إحنا نرسم الرسمة صح؟ بس ثانية كده؟ أنا لسه مخلصتش؟ فدي اللي حاب صغيرين خلصوا وخضوا؟ أنا هرسم فوق اللي هو هنا في الحتة الفاضية اللي إحنا سبناها دي أنا هرسم شمس؟ ممكن نرسم شمس، ممكن فراشة، ممكن وردة بس إحنا لازم نسيب الجزء اللي فوق ده وتفاضي مببوط؟ ايوة عشان نرسم فيه هنا أنا عملت الشرطة والخلي بعنا من مقاصة علشان ما يقطع يعني ما يعاورش إدينا اه طبعا يبقى جميل لو ماما جنبنا وبتساعدنا في موضوع القص والآلات الحادة دي علشان ما تعاورش إدينا ايوة احنا بعد ما بنلف بنلزق السوف باللزق مزبوط ونسبتو على الستيك الخشف أو مش لازم نلزق اللي ممكن بس نربطه ربطة كده تمام وبعد كده نبدأ نرسم في الجزء الفاضي فراشة أو مثلا شمس وردة اي حاجة يقولي احنا عزلت أو لو عندنا صورة ممكن نلزقها عليها تمام؟ تمام ونبقى عملنا ايه؟ شكل ديكوري لطيف يتحط قدامنا أو يتلزق دي حاجة تكون جميلة قوي وهتفرحنا وهنفتكر الحاجات اللي احنا عملناها بأيدينا صحيح الحاجات اللي بنفتكرها ان احنا عملناها مع بعض بتتامل عندنا ذكريات جميلة مزبوط؟ مزبوط مزبوط وبتفرحنا خالص لما نفتكر حاجة صحيح انت جميلة خالص وكلامك جميل شكرا وفعلا انت لما هتفتكري ان انت كنت واقفة معينا اكيد هتبقي مبسوطة زي ما احنا مبسوطين طبعا احنا مبسوطة قوي قوي لما كنت معاك وخالص احنا كمان مبسوطين قوي قوي بيكي وبفيروز وبمنا وبأصحابنا الحلوين في البيت واتمنى هم كمان يبقوا مبسوطين بينا قوي انا كده عملت الشمس خلاص ورينا فيروز عملت ايه فين يا فيروز فرجينا؟ انا خلص خلصت الشمس بتاعت اه تمام؟ يعني بيينيها شوية كده معلش مش بيينها؟ لا دخليها شوية جنب الزراير ايوة تمام دي مرسوم عليها ايه وردة مش كده؟ وردة والجنينة بتاعتي بتاعتي مرسوم عليها فراشة وفيها كده جنينة مظلوط فراشة والجنينة طب ممكن تمسكيها فرجيها لاصحابنا؟ اهي تمام تمام تمسكيها كده تاني عشان اصحابنا اللي ما شافوش يلحقوا يشوفوها؟ حاضر فرجيها لهم؟ ايوة يا فيروز سبتي ايدك بقى كده شوية عشان اصحابنا يشوفوها جميلة ايه شوفي حلوة ازاي؟ تمام مريوة انا عملت ايه؟ ايه ايه؟ ايوة مرسم عليها فراشة جميلة وحتى هنا زرار عشان نمسكوا منها طيب ايه يا شكلها لطيف قوي قوي والوانها حلوة انا هنا برضو عندي الشمس ام انتقال هنا برتقيني والاشاعة بتاعتها كمان قرينا يا مينا جميلة خالص ودي ممكن نحطها قدامنا أو نلزقها على حاجة وشكل من الأشكال الدكورية اللطيفة إحنا اللقاعدين زاقنين في البيت وعندنا المكونات دي متوفرة عندنا ممكن نتسلمها تمام نحطوهم جنب بعد عشان أصحابنا في البيت يشوفوهم هذا جنب بعض اهو هنا اهو تمام الوردة والفراشة والشمس ايوان الوردة والفراشة والشمس والشمس مظبوط مظبوط وننسيش برضو بعد ما نخلص نرق كل حاجة عشان نحطها مكانها عشان ما ندهدلش البيت وكده طبعا عشان ماما بتتعب معنا كتير قوي 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 فمش هينفع ان احنا نسيبها هي كده الواحدة اتعبانها طول الوقت لازم احنا كبنات نساعد ماما مظبوط مظبوط مظبوط